طب شو القائد اللي انت بتتبعه بقولك حب الآخرين مثل نفسك عامل الآخرين كما تعامل بعلمك عن القانون الدهبي اللي تكلم يسوع فيه بعزته الشهيرة على الجبل وبعدين بعدين بقولوا مسيحية أوروبا اللي قتلوا اليهود في العصر الحديث المحرقة النازيين اللي ارتكبوها ضد اليهود بقتل ست ملايين يهودي هاي دول أوروبية ما فيك انت تقول مسيحية يمكن آه اسميا مسيحية لكن المسيح هو اللي بيتمثل بيسوع المسيح ينبغي أن نسلك كمسلك ذاك طب شو المسيح علم قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم شوف وصلوا لأجل الذين يسوئون إليكم ويطردونك وتصور معي أنه ناس في بلدك اللي هي وانت وطنك انت عايش فيه وطنك حبيت الكلام اللي اتكلم فيه سيادة الرئيس بشار الأسد أنه لما اتكلم عن مسيحية قال هن أصحاب الحق هن أساس الوطن أصلا كلام جميل فعلى أي حال بغض النظر شو كنا من أي خلفية أنت إذا إيمانك بأله أنت أعبد الله لكن ما تدنش غيرك لأنه بيختلف عنك فإذا القائد هو اللي عم بعلمك الكرهية في شيء غلط يا جماعة في شيء غلط وأنا أتطلع إلى شرق أوسط جديد وإلى شمال أفريقيا جديد وإلى عالم جديد خليقة جديدة بعمل روح الرب في حياة الناس وعلى فكرة أنا من الذين يؤمنوا أن الله اليوم أعطانا فرصة جديدة حتى نتوب ونستغفر للرب ونرجع وأنا من الناس التي تؤمن الله سيعطينا فرص أنه نشوف رجوع بالملايين ليسوع المسيح قبل النهاية الأخيرة اشتركوا في القناة